اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمة أحبابي وأحباب شفية المغربية لكم مني السلام تنطلب الله سبحانه وتعالى يلقاكم هذا الفيديو أنتما في أحسن الأحوال إن شاء الله بحول الله نجيبوا الوظيفة نجيبوا العمل نجيبوا الزواج نجيبوا طاقة إيجابية يكون عندنا إن شاء الله نجاح في امتيحان هاد وصفة هلاش ما حطيتها تقدري تديرها الولاد الكاملين إلاك هالولد بدون عمل نديرها لي كان ولدي بغيت وينجح العمل غادي نديرها لي بغيت ولدي ينجح في الدراسة غادي نديرها لي بغيت بنتي إن شاء الله يسخر لها في الزواج نديرها لها عندي مشاكل ديال تعسير المال المال كل شي تيبغيه وكنا تنبحته على المال ولكن لك أن تصخير تيكون الله سبحانه وتعالى تسبب لك الأسباب إذن صليوا كاملا على سيد الخلق وخلوها هنا في التعليقات وتنشكر المتابعين اللي تيبغوشها في المغربية لكم كل المحبة والمودة ويبعد عليكم شرط شياطين الإنس والجين إلى بعدوا منكم شياطين الإنس والجين رب يرضع عليكم في الأرض والسماء لأن اللهم ضرب الظالمين بالظالمين وخرجنا منهم سالمين يا رب العالمين إذن الوصفة ديالي ديال اليوم رائعة وأكثر من رائعة لتسخير الأمور أي أمر حتى المحاكم المرة اللي عندها مشاكل مع الزوج ديالها وأنه تيهددها بطلاق المرة اللي عندها مشاكل مع الزوج دياله وما عندش محبة ديما الغيار وديما هذك الزوج زعلان دائما هذك الزوج غضبان تيتحرش تيسمع للودنين دائما عنده واحد طاقة سلبيه في البيت دياله المرة ما مهتمش بها عنده زيدة ناقصة ما عندوش مشكل لأنه اليوم غادي ندروا تسخير الأمور غادي ناخدوا الباقفة أي ريحة المنزلية وخدموا بها هذ الوصفة أو الريحة العطر ديالك غادي إن شاء الله نديروا نديروا واحد طاقة اللي تعطينا إن شاء الله البشرة للمتحانات وبشرة للزواج بشرة للمال بشرة للعلاقات والمحبة والمودة لابد أننا نخدموا مع أحبابنا ونعطيهم طاقة إيجابية إذن هذ الوصفة غادي تخرجي عند العطار هذي حجرة أم الناس يلحنين على كل ناس جيبي لي الخير من كل ناس إذن هذي طاقة دي الأم الناس رائع في القبول رائع في التسخير الناس اللي تنوت عندهم مشاكل والصداع الناس اللي تكونوا عندهم نحس في العلاقات دائماً هذه البنت تتلقيها زوينة ولكن منحوزة ما عنداش تظهر في كل الأمور دائماً تكون عندها واحد طاقة سلبية إذن بغينا نديروها الطاقة على نية التسخير الأمور الولد إن شاء الله ينجح البنت تزوج الولد يقع عمل مش يتاقلك هذي الوصفة سحرية هذي الوصفة غادي تخدمها بطاقة كنتية بالطاقة النورانية ديالك طاقة التسخير ديالك لأنك غادي تحطي غير كلام الله والله سبحانه وتعالى غادي يعاونك في ثلاث أيام هيكون عندك تسخير بإذن الله الواحد القهار ولكن خدوا قلم ورقة كتبوا هذه المعلومات لأنهم رائعين وأكثر من رائعين إذن اليوم غادي نديروها الطاقة طاقة الربانية في هذه الحجرة أم الناس يلحنين على كل ناس جيبي ظهرين من كل ناس نساء ورجال إذن أنا ما غاديش نعطيكم هي قبول هي تسخير الناس للي عندهم تعسير الناس للي عندهم تعسير وقلت الحض والظهر غادي نفتح بها الأبواب المغلقة وأبواب الرزق وأبواب العمل أبواب الدراسة أبواب المحن الناس للي عندهم محن عندهم مشاكل أمور متعسرة ونجاح إن شاء الله غادي يكون عندكم بحول الله وقواته إذن غادي ناخد أم الناس عدد عشر دراهم سنجيبها و سنجيب القرنفل سنجيب القرنفل لأنني سنقوم بهم جوج لأنني ستقرأ لهم ثلاث أيام ثلاث أيام هذه الصورة الكريمة لأنها صورة رائعة بإذن الله صورة المزمل صورة المزمل في ثلاث أيام 21 مرة إنسان بغي النجاح أقل عدد هو 21 مرة أكبر عدد هي 41 مرة إلا قدرت تقرأوا 21 مرة فخير و بركة قريتها 41 مرة خير و بركة أنا أعطيكم الطريقة أنتما على حسب الشهاد ديالكم والتمكين ديالكم للوظيفة والتمكين تمكنهم أي حاجة بغيتوا سبحان الله سيكون عندكم حض بإذن الله يطرد عليكم الموانع يطرد عليكم الطاقة السلبية يطرد عليكم أي حاجة ولكن حضروا لي أم الناس يلحنين على كل ناس جيبي يا ظهري من كل ناس نساء ورجال والحد السريع وجلب الرزق وجلب السعادة وجلب الوظيفة وجلب النجاح بغينا الوليدات ينجحوا بغينا الوليدات يتسخر لهم النجاح الناس اللي عندهم الباك الناس اللي عندهم الله يسخر ليهم ويعونهم يا رب يا كريم إذن اليوم غادي ناخدوا عشر دراهم ديال أم الناس غادي ناخدوا القرنفل أو المسمار عدد قليل ديال المسمار غادي نوضعهم هنا يا حفنة صغيرة جدا غادي نوضع غادي نوضع بحلقة وغادي نملأها ب الريحة لأنني غادي نكون نتقبلة إلى القبلة وغادي نصلي ركعتين للتصخير وتحقيق الأماني غادي نقتك مع الله نقدر نستغفرتها ألف مرة علش الله نقدر نصلي على سيد الخلق ألف مرة علش الله لأنه منت تكون تحضر طاقة استغفار سبحان الله حتى إلا كان شي دم تيتمحى وتتقبل الدعاء صلاة على الحبيب هي مفتاح الفرج سبحان الله صلاة على سيد الخلق هي طاقة لا يعلمها إلا الخالق والله سبحانه وتعالى تستجب لأن صلاة على سيد الخلق هي مفتاح الفرج غادي ناخد سبع قاطرات ديال الريحة هاندي الله بحلقة لأنها غادي وخا تلسق مع بعضياتها المهم غادي نقرأ عليها إن شاء الله بغينها تعطينا هذه طاقة الريحة لأن الوقت اللي غادي نبخر بها أو يزدري الابن اللي بغي يمشي للمتحان مع الريحة مع وغادي بعد ما صليت وذكرت الله وصليت غادي إن شاء الله نحطها أمام القبلة وغادي نقرأ سورة المزمل سورة المزمل وغادي نقرأها نقرأها 21 مرة إلا بغيت أنكم تقرأوها 41 مرة هي صورة قصيرة مش طويلة بزر ورائعة في القراءة ديالها إذن غادي ناخد كتاب الله وغادي نشرع في القراءة أو نفت ونقرأ وندعي بالدعاء اللي بغيت دعاء نجاح زواج العمل ولكن غادي نقرأ لها ثلاث أيام ثلاث أيام وناسا نقرأها في نفس الوقت في نفس المكان قرأت عليها في الليل نختار الوقت قرأت عليها مرة العشاء نختار الوقت المهم أنت بينكو بين نفسك تكون مقبلة إلى القبلة ونكون أمام القبلة ولبسا تياب الشرعي للصلاة وغادي إن شاء الله نقرأ ونفت نقرأ ونفس نقرأ ونفت غادي من خويته على الريحة غادي تلصق شوية ولكن ما عليش هتقسمها إلى ثلاث أقسام ثلاث أقسام الولد اللي غادي يكون غادي الامتحان غادي يتبخر بها وهز سبع قطع سبع قطع بحلاكة سبع قطع في منديل أبيض وحطي معاه قليل السكر وقرأي صورة الشرح ثلاث مرات قولي اللهم شرح صدره ويسر أمره اللهم شرح صدره ويسر أمره في الامتحان وعطيه الزمعة لأنه غادي يكون عنده تسخير إن شاء الله وبخريه بهذا بعد ما قرنا عليه بعد ما قرنا على هذه المكونات غادي انفت قدرت تقرأها واحد وعشرين مرة قدرت تقرأها واحد وعشرين مرة في ثلاث أيام بداي في أي يوم بغيتي بغيتي ليلة الخميس ليلة الجمعة تبداي في أي وقت وانتي محتاجة لها كي يقرأ لها غير في نهار واحد في نهار واحد والغد ليه يبدأ يبخر لأنه محتاج للوصفة وأمو الناس عند العطار القرنفل يكون عندك في الدار الريحة ديالك وطاقتك النورانية جبديها وخدمي بها وقرأة المزمل رائعة لجلب الرزق نوي بغيتي تديريهم كاملين للرزق والعمل وطاقة الإيجابية غادي تجلبي غير الخير وتجلبي المحبة وتجلبي غير أي حاجة غادي تخريها بإذن الله غادي نبخروا أي وقت أي وقت غادي تبخري بها ولكن بغيتي تبخري بها ولدك صباح بغيتي للي الرزق مع العصر للي الرزق مع العصر البنت اللي غير البنت اللي ما عنداش حد في العمل وغادي العمل أنها بغادي تخدم أو أنها عندها امتحان أو عندها تبخر وتخرج في نفس الوقت وتهز معها بعض القطع سبع قطع وتديرهم في حمالة الصدر ديالة تدير واحد الصريرة وتديرهم في حمالة الصدر ديالة ولكن تبخر وتمشي ريحة أم الناس رائعة مع الريحة مع القرنفل ستكون عندك طاقة سبحان الله طاقة لا يعلمها إلا الله لأن طاقة في قرآن في الريحة في القرنفل فيها أم الناس للقبول واستخارة وجلب الزواج وجلب العمل وجلب ما تريد بإذن الله لا بإذن الوصفة لأن طاقة القرآن هي اللي غادي تعطيك حدود مع تكميلة لأم الناس سيكون عندك إن شاء الله فرح قريب سيكون عندكم نجاح قريب سيكون عندكم استرجاع الزوج قريب سيكون عندكم إن شاء الله طاقة إيجابية في كل الأمور لأن الله سبحانه وتعالى حط صورة المزمل هي علاجية لجلب الخيرات والزوج الزعلان التي يكون دائما غضبان نبخر بها لأنها رائعة وأكثر من رائعة الزوج الزعلان دائما سيبخري مع العصر أو يقرب يدخل من العمل نبخر البيت سيكون عندك وحد المحبة والسرور أما المرأة المطلقة وغتر الزوج ديالها ديرها بالنية ترجوع الزوج إذن الناس اللي بغين يسعوا للرزق الحلال إن شاء الله سيكون إن شاء الله الرزق وتيسير الأمور أما الناس اللي عندهم تعسير في العمل تيكون عندهم العمل ولكن أي عمل مشالي ما تينجحش به تو ويتبخر ويروح للعمل ويزمعه في جيبوا ليمن سبع قطع صغيرين ركينين صغيرين فيها وغادي إن شاء الله أنتم ركينين صغيرين وغادي إن شاء الله خلوا الرحة تشربها إن شاء الله وبخروا بها مع القرنفل وغادي تكون عندكم إن شاء الله طاقة رائعة بإذن الله إذن أحبابي لاعجبكم الفيديو خليونا لايك دعموا القناة وفعلوا الجرس وتأغناوا بحول الله وقوته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا